اهلا بكم في فيديو جديد معكم اسامة سامي. وفي الفيديو ده شرح طريقة ايقاف شعارات جوجل كروم. وحل مشكلة الاشعارات المزعجة في جوجل كروم. بخطوات سهلة جدا. كل اللي عليك تتابع الشرح للنهاية واعمل لايك للفيديو مش هتخسر اي حاجة خالص. والايقاف الاشعارات بتروح وتفتح متصفع جوجل كروم. وبعد كده بتدوس على الثلاث نقط التحت بعض اللي موجودين عندك على الشمال. بيزهر لك مجموعة اختيارات بتختار الاعدادات. بعد كده بتختار الاشعارات. بتبدأ تفتح معك الصفحة اللي انت شايفها دي. وعندك اول اختيار اللي هو عرض الاشعارات هتبدأ تعمله ايقاف بالشكل ده. كده انا عملت ايقاف للاشعارات وكمان فيه طرقة تانية ينفع تعمل بها ايقاف للاشعارات من خلال انك بتروح على الاعدادات. بعد كده بتنزل تحت وبتروح على الاشعارات ومركز التحكم. بعد كده بتختار اشعارات التطبيقات. بعد كده بتروح على خانة البحث وبتكتب في البحث كروم. ايه بديه يظهر معك المتصفح بالشكل ده. فهتعمل ايقاف للاشعارات بالشكل ده بتدوس على العلامة دي. كده انا عملت ايقاف للاشعارات متصفح جوجل كروم. وبس كده دي كانت طريق ايقاف اشعارات جوجل كروم. لو عندك اي مشكلة واي حاجة عايز نشرحها اكتبال تحت في التعليقات مع السلامة.